كل تانين عنا موعد ثابت مع علمة الفلك كارمن شماس ومعها رح نحكي أبراج وتوقعات وكل هيدا وأكتر رح منضوّع عليه كيف بيأثر بتأثر الكواكب علينا ضمن فقرة هوروسكوب أهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا اليوم جورج جديد علينا يعني هيك سلنا منك ضيفة عادية أنت ضيفة عزيزة واصرت من أسرة برنامجنا ماذا ضيفة؟ من العيلة من العيلة فاليوم هلأ بنا نحكي عن الأبراج بما أنه أنا هلأ لايف سوف نحكي عن الأبراج لايف نحن نعطيه بشكل شوي هيك سريع مختصر لنخلي وقت نقدر نحكي بعدين سواء إذا عنكن أسئلة كمان فاليوم الأمر موجود وين ببرش الميزان باري حكين ببرش الميزان اليوم ببرش الميزان وباقي بوكرة ثلاثة أيام هذا يعني أنه موادي الأبراج الهوائية نهارون حلو وحظوه نهارون حلو بارح اليوم وبكرة ثلاثة أيام وراء بعد نسلم على ماما لأنه ماما ميزان أنا بدي وجه لتحيي لأنه حبيت من هديك المرة فاليوم نهار كتير حلو لأبراج الهوائية كمان في عنا موالي ببرش الأسد كمان نهارون حلو وموالي ببرش القوس كمان خلينا نبلش نعملهم بطريقة هيك شوية سريعة مهضومة بما أنه لايف الحمل، نبدأ بالحمل حدا منكم حمل؟ لا لا هلا فكرة تفاجع هلا رحنا هلا رح تعرف الحمل اليوم نهاره لأنه الشمس ببرج ناري نهار جيد ببرج الأسد نهار جيد لكن هالأمر الموجود ببرج الميزان بيستفزوا شوي اليوم لمولو برش الحمل فمعقولة تلقوه شوي على أعصابه اليوم شوي مزعوش شوي مدداية أو شوي قوي أقوى من غير أيام لأنه هالأول عنده إياها ما رح تدعمه فيها الشمس فطاقته قوية معقولة يكون منافس كتير قوي أحياناً شخص كون طاقته قوية لكدنا عدائية ومزعجية وتفوتوا بالحيط قوي على تعجرف يعني؟ أو قيت لما الأمر بيكون معاكسه اليوم لا اليوم هالطاقة الكبيرة إزعار الصرف بيكون نهاره ممتاز بالنسبة لبرش الثور اليوم مولو برش الثور نهاره ماشي حاله ماشي حاله مش إنه واو لكنه نهار كتير طويل نهار مزعج نهار ما بيخلص الشغل كل شيء وراء بعضه كل شيء وراء بعضه إذا ما لحق شغله لليوم ولا بكرة بعد يومين يعني الأربع والخميس رح بيكونوا كتير صعبين عليه فنصيحتي مولو برش الثور تحمل قدمة فيك وخلص شيء من دربك قدمة فيك لأنه اليوم بيضل أفضل من بعدين هالعجقة رتبها أصلا مولو برش الثور ما بيحب أنه ينعجق بيحب كل شيء يكون مرتب ومنظم أخذ وقته فيرتب وقته أولوياته بيمشي نهاره بالنسبة لبرش الشوزاء من أكتر الأبراج اليوم مهضومة أكتر الأبراج حلوة نهارة حلو الشمس الأمر الأجواء من حوله ما في ولا كوكب معاكس لقلوم ما في ولا كوكب معاكس لقلوم فتقريبا كل شيء بديه بيصير مبسوط مرتاح الحظ حلو عاطفيا بالشغل بالعمل وين ما بيسمعنا اليوم تفتح بوجه يلي ما استفادة مبارح اليوم بيقدر تستفيد وبعد فيه بكرة يلحق حلو كتير حلو من أقوى الأيام وأكثرها حظا بالنسبة لبرش السرطان اليوم مولو برش السرطان نهاره حلو أكتري توجهه اليوم مولو برش السرطان هو على قصص عائلية شخصية بتخطر عباله بيزعل شوي بتذكر إشياء بتدخل عباله يعني بتصير أفكار تروحه وتجي فاليوم ماشي حالو حتى طاقة العائلية الشخصية إلا قاعدة مع البيت مع الأهل مع الأحبة بيقعدوا بيحضروا شي بيتحكوا سوى يعني فيهم يتفاعلوا مع هالأمر الحلو أصلا مولو برش السرطان كوكبه هو الأمر فلما الأمر بيكون بالبيت معناية هالأعضة مفروض تكون قاعدة حلوة عائلية كوزي منروح لأوين بعد السرطان مرش للأسد أسد تاني مرة بكم تسمعوا أنتو الأبرى أسد لماية أختي بأمريكا اليوم عيدة حسنا نقول لك نحن نحكي عن مولود اليوم بالنسبة لأورش الأسد نهار كتير حلو نهار سلية نهار ركض نهار في عجقة ما حدا فيه يربحوا اليوم لأمولو برش الأسد لأنه عنده رفلكس كتير كتير قوي اليوم عنده رفلكس أكتر من قبل الأفكار اللي بتخطر عباله ولا أقوى من هيك ولا حأنجح من هيك يعني لو طالب اليوم ما بيسكت أول شي لو موزيعة اليوم ما كانت خلتنا نحكي مثلا بالشغل بالمدرسة بالسفر كله حركة وناجحة جدا 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 أول شي الشمس ببرجه تاني شي الأمر بالبيت الثالث كله ركض 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 بس نصيحة يركز شوي لأنه إذا شتت أفكاره بتروح كل هاي الأمور الحلوة مراحة ديعان ننتقل لبرش العذراء برج العذراء نهاره حلو حلو من الأمر لكن مش حلو من الشمس يعني أنا عم بحكي إشياء حكي عنا مثلا بأبراج الأسبوعية عندي باليوتيوب حكي عن الإشياء الشهرية موجودة عندي باليوتيوب هون ما عنا وقت عم نحكي بس عن اللحظة محتضة بأكيد فاليوم برج العذراء بده يستفيد من الأمر لأنه الشمس ما رح يستفيد منه اليوم الأمر بيساعده بيعطيه شوي ثقة بالنفس ويمكن يغنش حاله زيد عن الزوم يقول يلا معلي خليني نشتري هاي خلينا نعمل هيك يلا بيزيدها شوي فينتبه أصلا برج العذراء شخص مقتصد يعني بيفكر قبل ما يشتري بالإشياء وإذا اشترى شي غالي بيعرف أنه هيدا إلو قيمة يعني قويت بيروح على شي لقشري كتير غالي بس بيعرف أنه هيدا شي يمكن كلاسيك بيضاين نعم عرفت بس أنه اليوم حابب يطلع بيلو ينتبه لهالإشياء ويدلل حاله ندفي لأنه بلش يحس بتأثير الشمس عليه نوصل لبرج الميزين أقوى الأبراج أكثر الأبراج حظا أكثر الأبراج نشاطا أكثر الأبراج قدرة على أخذ قرار بلحظة الميزين ليه ليه لأن الأمر بيبرجه ببرجه آها بس لما يكون الأمر بيبرجنا عنا قدرة على أخذ القرار الأمور اللي كانت يا ما بتروح أنت أكون عامل حجز ما بيزبط لا بيجيبو لك الطبخة البدكيها لا بلا بيوصل كالرفقاتك قاعدين عبياكل وانت صحنك ما بيوصل بتروح ما بتلاقي حجز ما عنك حاجز هذا لأنه الأمر بيكون ببرج قبل برشك اليوم برج الميزين الأمر بيبرجه فاليوم كل شي كان مأخر عنده بثلاثة أيام اللي قطعه اليوم كل شي صار موجود قدامه وياللي ما بيأخذه اليوم معناتها مش لقلو تصوري قدما الأمر بيجيب ببرج الميزين بيجيب لبرج الميزين طاقة وهدايا اللي ما بيحصل علايا معناتها مش لقلو لكن اليوم نهار حاسم حاسم لقلو إذا بدي يحسم قصة اليوم بيقدر يحسم عندك حدا برج الميزين ماما الماما اللي تحسم اليوم اليوم بتحسم القصة بنرجع لبرج العقرب أوكي هون بدوين نتبه مولور برش العقرب برج العقرب عم بحكي فلاكيا طبعا فلاكيا اليوم هو من الأيام الأقل حظا الأكثر تعبا والأكثر خيبي ما في شي بيزبط طبعا عم نحكي نظريا نحن طبعا شو معناتها معناتها برج العقرب بدو يقوم بكير إذا بيروح بدو ساعة لا يوصل على شغله بدو يروح قبل بساعتين لأنه معقول يعلق بعشق تسير ويبعتوه ع غير مطرح ولا يوصل على شغله كون راحة المقابلة تصوري كل شي مثل الدومينو كل شي بيقع ما بعد يزبط شي التأخير السفر الغراض يخلي عينه على الغراض عرفتي بيطلع من البيت ناس انفتيح عرجعوا كل شي اليوم معقول يطلع غلط طبعا عم ضخم أنا الفكرة بس الصورة بس لا تأخذه الفكرة شو هي فنهار متعب جدا وبعد فيه بكرة أيضا منروح لأوين لبرش القوس النهار كتير حلو النهار بيغرد فيه اليوم مولو برش القوس مبسوط ومرتاح ومكيف يعني الشمس دعمته والأمر بيخليه هايس بأي جمعة مثلا لو بيناتنا فيه برش القوس برش القوس بيكون دحكته مبسوط يعني بيكون عم بتفاعل معي بطريقة انه بلخ خجل مش قاعد ناطر بالعكس يمكن بيقطعني كتير مثلا ليه لأنه مبسوط لأنه مرتاح ولأنه فرقاني معه شي مع تلين هم شي فاليوم النهار وكتير حلو ممتاز للشغل للعمل للزيارات لكل شي بدوا يعملو لايحكي مع شخص عتلين همه اليوم مهضوم كتير ويش بس هيك بيطلع له فايفر بيطلع له فايفر بصلا قبل ما كان حدا نقري اليوم بيقروا كارمن نعم ما انك حاسة انه ناطرين شي أنا بجر ايه قاعدين كناتكوا ناطرين ساكتين مثل التلميذ الشاطرة انت مش حاسة انه ناطرين شي حسيت وخلص وفرنا مش هدي في جديين اليوم لحست انه ناطرين هلا عدة اسباب اليوم الجدي منيح الجدي منيح اول شي ليش منيح لانه الشامس بطل ببرش السراطان ثلاثين يوم قطعوا عليكم من اصعب الايام ومرأ عليكم بخلالها ثلاثين يوم كل اسبوع يومين ولا أبشع من هيك صحيح هلا ارتحتوا طلعتوا صرتوا عشط الامان فاليوم نهار حلو هلا البرش الميزان بيخلي مولو برش الجدي اليوم تحت الاضواء لسبب ما بارح اليوم وبكرة يمكن تكون مسألة مزعجة بالشغل بنطلب منه شي زيادة يمكن تكون بالدرس عندهم يمكن اهل حدا من الاهل بدهم منه شي في مسؤولية كبيرة تنحط قدامه وبدون يشوفوا كيف عم بيتفاعل برش الجدي مع هالمسؤولية نعم بارح اليوم وبكرة فكنت انتبهوا يعني اختبار هي اختبار وفيكم تطلعوا بخمس نجوم إذا شاطرين هلقدمهم اليوم والجدي اصلا بحط قلبه باللي عم يعمله كثير بروفاشنال ما بيرضى يعمل هاف هاف كله بدي يكون مزعجة مزعجة صحيح من روح لين لبرش الدلو برش الدلو اليوم نهار حلو لانه الامر موجود ببرش هوائي برش الميزان فمبسوطه مرتاح وعنده قوة وعنده عصاب قوية وحظه ناجح بأي لقاءه بأي مقابلة لانه الشمس عم بتعاكسه فما يخاف اليوم مولو برش الدلو بالعكس يروح اول ان مثل ما انت عم بتقولي اليوم اول ان بس يظله فلكسبل يخلي باب الرجعة مفتوح نروح لبرش الحوت نهاره حلو نهار عادي طبيعي لكنه جيد وبعد بيتحسن شوي 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 معه معه الاربع الخميس والجمعة بيصيرو كتير كتير حلوين فنهاره حلو بالنسبة لمولود اليوم بقلو لمولود اليوم للماما بانتظارها اليوم بانتظارها سنة كتير حلوة سنة في عجق كتير فيها تغيرات كتيرة يمكن تنقل بيت يمكن تغير عفش بيت مثلا تطلع عبالة تغير شي تطلع الجبل تستأجر بشكل نهائي للاشخاص التانين يمكن يكون في عندهم تغيير بالشغل مكان عمل شيء من هذا القبيل هيك ما يكون خزمنا الجزء الاول من هذه المقابلة تفضلوا تفضلوا كارمين يعني عن جد الأبراج إذا نحن حوالنا نختصرها لا تشبع نحن نحن نحكي ساعة ولقوا عم تخبري تفاصيل بحياة يومية عند الإنسان يصبح أكتر يعرف لا يقدر يتصدالها أو يعرف شو يعمل وليس فقط نحن الصليين كنا عم نسمع إذا تلاحظ كمان بالستوديو كله ناطر يسمع برجه اليوم الصباح كنا ناطرين وين الأبراج وين الأبراج فهلأ كله عم هلنان في سوربرايز عندهم الأبراج من الهورسكوب رح نحكي عن والدورات اللي عم تقومي فيها صح هلأ نحن بهذا الجزء رح نحكي طبعا عن الأشياء اللي بنعملها نحن كانت الدورات أنا والمعلم نشأة منذر في اليوغا دورات تنفس منعمل دورات تأمل اللي هالي كتير كتير حلوة دورات طبعا تنظيف طاقات كمانا شاكرات كمانا تنظيف وترتيب المسارات الشاكرات في عنا بهذه الدورات دورة ويك أند كل ويك أند مثل هلأ سبته أحد في عنا دورات وملفت إنه أونلاين كمان كله أونلاين لأنه الكوفيد تتشوفي إنه أوقات سيفلوا حدين عدنا بالبيت لكن كل العالم استفاد من هالنقطة فكله أونلاين مسهل فيهم يجوا جروب فيكون جروب صغير بيكون منيح وفيكون شخص كمان على حاله تأمل هاي دي للمبتدئين وفيه كمانا للمتقدمين والإنترميديات والبروفيشنل فينا نزكر بالصفحات على التواصل بدي خبين أخبرك عن المنثلي كمانا في دورات منثلي شهرية كمانا أونلاين هاي دي شوي أكتر هاي دي مستوى وان مستوى ثو مستوى ثري بتلعلك شهادة فيها تدريبية ويركشوب كتير اهمين كمانا أونلاين وفيه كمانا الطاقات بتعرفوا بالطاقات والكارما وكل الأمور يلي بتترك على الواحد تأثيرات شوي أو ايد طاقات شوي سلبية شوي صعبة فهيدي كمانا نحنا نهتم فيها صفحات التواصل بدروا يدخلوا عندي على الانستغرام على البيج كارمي شماس وعلى اليوتيوب يلي أنا دايما معه على اليوتيوب ويتواصلوا معنا وانت متابعني على اليوتيوب كين عم بيقلي جورج بيتابعني دايما وبيعرف وبيعرف بالكرما كمان نعم حالو كتير هكتير أشخاص عندهم المفهوم خاطئ للكرما عندما نبقى منحكي عنه حكي عنه حديث مو بعدين فتحت الموضوع يلا كلمة قول الشيء هكتير عنا بتفكر ان الكرما هو عقاب هو كأنه أصاص حسب ما أنا بشوف انه الكرما هي حصاد لكل شيء انت أجندا بتعمليها بحياتك مرافو هي فعل وردة فعل يعني بتزرعي وبتحصد اللي بتزرعي عملتي مشكل بده يرجعليك المشكل ضربتي واحد كف بده يرجعليك الكف وبترجع للأنيرجي اللي كنا عم نحكي عنها صحح اللي هي الطاقة السلبية والإجابة السلبية يمكن بعدين بعد عشر سنين بعد والمشكل إذا تكدست هذه الطاقة بتبج بتبج بمشكل يمكن أحيانا بصير واحد معه حادث معه خلاف كتير كبير ما بتعود تتسهل الأمور هون كارمن بهالمطرح بتنصح لأشخاص انهم يقدروا دايما يليقوا وسيل التعبير وما يكبتوا ومشاعرهم صح حلو حلو الواحد يحكي عنا لكن الحل هو التأمل تأمل ما في حل إلا التأمل المديتشن هي الحل يعني هيدا هو العلم اليوغا اليوغا اللي مش اليوغا الحركة تحكينا فيها هذيك المرة هو اليوغا الروحية يعني اليوغا الروحية هي اللي بتساعدك كيف أنت تكوني قوي غير الحركات الحركات كتير حلوة أكيد بتساعد الجسم لكن اليوغا اللي نحنا منعلمها هي الكريا يوغا هي اليوغا اللي بتدرسيها عند معلمين كبار وبتأخذ فيها شهدات معنا شهدات كتير عالية من اليوغا الليانس وبتعلمك كيف تفكي هالطاقات نعم ونحنا على كل حال بملش بورنيك تاوك دايما سبعة ونصف مع جهان نصر الله بفقدة اليوغا بسيء بسيء منا نجمعيك على عالم الفلك يلا في حركة تكوكب هالأسبوع هيك مش ولابد كأن حلو نحنا بهيدا البروغرام بهيدا الإبيزود الفقرة حلو أنه منحكي عن الفلك وتأثير الفلك هيدا الأسبوع بما أنه نهار التانين حلو نحكي عن كل الأسبوع شو تأثيره هيدا الأسبوع في عنا كوكب الزهرة فينس بحالة تراجع فينس كلكم بتعرفوا شو فينس كلنا بنعرف شو رمز فينس فينس هو كوكب هو الحب هو الجمال هو بعلم الفلك المال أيضا هو الرزقة كمان كوكب الزهرة يلي هو يرمز إلى هذه الأمور في حالة تراجع كوكب الزهرة شو بأثرها بأثر على كل الناس لأنه كلنا في عنا هالكوكب بأثر علينا موجود عنا بمكان ما بخارطنا الفلكية حتى ولو هو منو كوكبنا الأصلي مثلا برج السرطان كوكبه الأصلي هو الأمر الثور كوكبه الزهرة هلا ما معنيت أنت ما عندك الزهرة بخارطك الفلكية أو أنت وانا كلنا عنها الزهرة المهم حاليا بحالة تراجع اليوم بلش التراجع من يومين وبيقي حتى ثلاثة سبتمبر أربعين يوم أربعين يوم هالأربعين يوم حالتنا المالية وحالتنا العاطفية يمكن تحسيها أنه يدوب عم تمشي خطوة لقدام خطوطين لورا نحن هون عم نتحدث عن كل الأبراج هلا عن كل الأبراج أنا أحكي عن الزهرة نحن نتحدث عن تأثير هالكوكب على حركة صح وموجود عن كل الأبراج فموجود هلا بالخارطة الفلكية بنعرف وين موجود هيدا الكوكب يعني كل ما بيكون أقرب لهالبرج بيتأثر فيه أكتر أكتر شيء ببرج الأسد لأنه الزهرة هلا عم يتراجع ببرج الأسد أوكي ببرج الأسد فعم يتراجع ببرج الأسد معناتها بشكل خاص موالي برش الأسد هني اللي بدوني نتبهوا على حياتهم العاطفية وحياتهم المالية ما معناتها أنه عاطلي لا بس يمكن عم بيحكوا مع حدا مش عم تزبط تعروح تعروح يمكن مثلا عنده مسائل مالية مش عم تزبط رايحين جايين رايحين جايين ما عم تزبط يمكن تروح معهم لـ 3 سبتمبر تحديدا مواليد العشرية الثالثة من برش الأسد أوكي لكن الأهم من هيك كل الناس لأنه فينس بحال التراجع فيه احتمال أنه أمور عاطفية قديمة ترجع مثلا الأكس يرجعوا ويتواصلوا نعم أو نرجع نحن نغرق بذكريات ماضية تكون قديمة مثلا أو أخطاء قديمة عملناها قبل ممكن نرجع نكررها بس عاطفية لأنه الظهرة هو الحب والرومانسية يمكن تكون أمور مالية أخطاء مالية مثلا مثلا منتذكر يه هيدا فلان مثلا أنا مرديت له مصرياته نعم يه مستعيري مننا في استانسر اللي مهيد مثل أنت الماضي بسي فيه مرديت له يعني فيه أشياء بصير تطلع بالمن خطر عبالي هايك سؤال أنت وعم تحكي هل هالمعلومات هاللي عم نكتصفها ونعرفها منك والمشاهدين بخلونا نحنا نقدر مثل ما سبق وقلت أنه نتصدى لهالمرحلة بطريقة أنه نحنا نكون مثل عارفين شو ناطرنا نوعا ما كيف بتتم هو مش نتصدى ما فيه صدى معناتها it's a negative كلمة سابق شو الكلمة المزبوطة flow with it اه flow with it تمشي مع تمشي مع تعرفي أنت بالبحر إذا الواحد بيصبح بيعرف أنه لما بتجي موجة إذا حربتها بتغرقك نو حتى بتغرقك بتشنتك لورك إذا مشيت معا بتزنتك لأنه الموجة الموجة رايحة على الشط يلي بيحاربها بيغرق وبيخاف بيخاف يصير عنده بانيك بتواصلك you flow with it so don't stress يعني don't stress out go with the flow حلا إذا بدك الجواب لأنه بعد ما عطينا الجواب شو الحل الحل أنه هي عم تعطينا فترة هايدي الزهرة عم بتقلنا أوكي فكروا باللي صار حل له اللي صار هل يترى هيدا هالحدث فيكن تحلوه هل يترى هالشخص بدكم يرجع على حضركن ولا انتهت القصة إذا انتهت القصة يجب ان تتذكر خذوا العبرة هلا أنت في عندك دين لأنه مساري الزهرة كمان طب لائل حل وشوف كيف فيك تحلية شوي شوي فيك تدفعت قصدي مثلا لأنه الدين ما لازم يبقى للكارما it's not good الدين لازم ينرد أصلا ما لازم يكون في دين ما لازم يكون في دين لأنه بيجمع لك كارما من اللحظة اللي بتاخدي في دين فكل شخص عم بيسمعني عنده ديون لازم يبلش يردون اخدينه متناسين يهو ما هو ناسي معلش يلا ناسي من لا ديك تردي له البلوزة إذا اخدي مننا مساري عطيتك بتردي له يا هون كل هالأمور الزهرة بيحركها هلا وبيخلينا فكر بديوننا بحياة ماضية مش حياة ماضية بظروف مرأت علينا مثلا تخنقنا مع فلين أصحابنا هالذكريات الماضية إذا طلعت ما لازم تهي يمكن تطلع لسبب ما لناخد مننا عبرة لنصير أقوى ولنمحيها وتنمحها بطريقة إيجابية مش سلبية هيكي ما منكون تركنا قطر مثل ما بيقولوا كارما لبعدين ترجع نحب نشيل بالتأمل بالتأمل تقدر تشيل كارمن إذا بدنا نحكي نحكي عن ناطي ما تلعن برج معين نعم هو عم يتأثر مباشرة بتراجع كوكب الزهرة ولكن هو عم يتعامل مع أبراج تاني كيف ممكن هو يكون عم بيأثر عليهم للأبراج التاني اللي مش مؤثرين دائريكتلي من كوكب الزهرة صحيح ممكن تعطيهم انت نصير نقول مثلا شخص بالبيت نقول إختك عنده فينس دائريكتلي هي الأسد ودائريكتلي عم تتأثر فيها يمكن تحس أنه أوقات أو هيدا الشخص شوي أحيانا يعني عم بيشرود عم بيشرود ويمكن في شوية حزن لأنه ريترو جريد عم بيخليك تفكر في شوية هم فهيدا الشخص بدنا نتعامل معه بطريقة شوي لينة أكتر فلكسبل أكتر لأنه أنتو هلأ عرفتو شوه السر السر أنه تساهله معه يمكن في عنده مشكلة حاببة يحلة فبنا نساعده أنه ياخد الأمور بطريقة إيجابية أكتر يكون هيدا أكتر بيكون بأجواء نساعده يكون بأجواء مثلا تعاو قال له تعاو بتاعنا عمل أنا بيكون نعمل تأمل تعاو نطلع نمشي على شط البحر يرتاح نتفي قصص بتساعد بالريلاكسيشن بالريلاكسيشن بيرتاح نتفي واساعدها بتنحل القصة يمكن بده مساعدي يمكن عنده فعلا مسألة لازم تنقول فعليا تنقول بده يدفع عليه مساري حابب أنه لأنه بترجع تطلع فيه ملفات بترجع تطلع يمكن حدا بيحبه يمكن أصدقاءه مش ضروري مسألة رومانسية يمكن حدا من أصدقاءه برجع بتنصل فيه من زمان وما حابب بيحكي مع هيدا الشخص مثلا تعطوه نصيحة أنه حلوه وواجهه الأمور ما تتخبه ادعمه قبل ما نختم كارمن معي ما بين شبع من الحكس معي يعني كمية المعلومات والقصص الانترستينغ وأسئلتكن حلوة منكن أقلات تانكيو لكان إذا عم يعملونا امتحان هلأ بالمقابلة بعتيكم 8 على 10 نقصت لنا على امتين لأنه لأنه نانجا دي بدي أختم معي بس بنصيحة لكل اللي عم يحضرونا الناس اليوم عايشة بحالة خوف وقلق من المشهول بيظل الوضع الاقتصادي تعبان بالبلد ومش عارفين شو نعطرنا فأنت قلت أنه هالسنة هتكون رهيبة صح شو النصيحة الأخيرة اللي بتعطيها هيك بإخر المقابلة تانكيو هيدا السؤال هيدا السؤال ما كنتوا أحدا يسألني أول شي مقبلين على فترة كتير صعبة كتير كتير صعبة أنا أصلا حكيت عن هالموضوع من قبل وتحديدنا كنت مع رالف مع تو بمقابلة اللي معه بيديسمبر ببروغرامه على الراديو قلت لهم أنه سنة كتير كتير صعبة وبلشت في جانيوري بتركيا فالنصيحة اللي بدون يعملوها العالم أول شي بدون يرجعوا لذيتهم لأنه نحنا منجع هالعالم لحالنا ومنروح لحالنا ما حدا رح يقدر يساعد الحدا إلا هو بذيته فبنا نكون نحنا منجوه أقوي بنا نقوي حالنا هيد كامرتك بنا نكون أقوي بنا نرجع لذيتنا إذا كل واحد رجع لذيته الكميونيتي بتكون كتير 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 قوية العيلة بتكون قوية الضيعة بتكون قوية الشغل بيكون قوي بدنا نرجع لذيتنا فيه شغلتين كتير مهمين إذا بدكن بصراحة ومن الآخر شو الحل الحل الأول بدكن تبلشوا تأمل بدكن تبلشوا تأمل التأمل مش بس بيشيل من عندكم الطاقة السلبية بيشيلها من حواليكم أيضا بينظف تاني شي بدنا نجرب نرجع نصوم نعم كيف نحنا وتكون في عندنا منصوم نعم ولندروا منصوم بدنا نصوم لأنه لما منصوم مننظف حالنا بدنا ننظف حالنا منجو وعندنا طاقات كتير 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 سلبية الإصيام هو بيشيلها وبيحمينا بيقوينا وبيخلينا نقطع المرحلة الصعبة يلي إن شاء الله ما نمرؤ فيها شكرا لك كارمن شكرا لك أنا كتير مبسط معكم أهلا وسهلا فيك منلاقيك على كل حال في الفقرات اليومية كل يوم وعمل نجاح تانين جايب وثانين جايب شكرا لك شكرا شكرا لك